اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة للتعليم الصناعي الصف الاول تخصص تريكوالي وتطريز حلقة النهاردة هتبقى لمادة المعدات الصف الاول طبعا احنا الطلبة الجداد اللي تخليم الصف الاول ما يعرفوش ايه هي المواد اللي موجودة عندهم ما عندهمش اي خبرة او معلومة عن المواد اللي هيدرسوها السندي فاحنا هنتكلم بس كده نبزة بسيطة عن المواد اللي هتبقى موجودة في الصف الاول تخصص تريكو عندنا المواد الموجودة مقسومة نصين مواد تخصصية ومواد ثقافية مواد تخصصية يعني بها المواد للتخصص اللي حضرتك بخالت فيه فهيشمل كل ما يخص هذا التخصص من مادة معدات مادة رسم فني مادة خامات مادة تركيب مادة امن صناعي مادة حاسب قالي دي المجموعة دي بسميها مواد تخصصية اما المواد الثقافية بقى اللي بتشمل الانجليزي والعربي والرياضة الى اخره النهاردة ان شاء الله هناخد مادة مهمة جدا من المواد دي وهي مادة المعدات والمادة دي عن المعدات الخامات التأثيري مادة خامات ودي مادة بتتكلم عن الخامات والالياف اللي موجودة عندنا ازاي اقدر افرق بين الخامات وبعضها ازاي اعرف خواص وطبيعة كل خامة وهل كل الخامات بتتدرك تحت كلمة واحدة او تقسيم واحد ولا لها تقسيمات يبقى انا دلوقتي هتعرف على المواد اللي موجودة عندي اول حاجة عندي مادة معدات تركيب نسجية رسمي فني امن صنوعي مادة الخامات اللي هي بصداتها بنتكلم عنها النهاردة اول حاجة علشان اتكلم عن مادة الخامات عايز اقول ان يعني ايه خامات يعني ايه الياف كلمة الياف هي جميع الشعيرات والالياف التي يمكن تحولها بواسطة عمليات الغزل والنسيج الى خيوط او اقمشة يعني معنى كده اننا الخامة بتبقى موجودة عندي ما هياش في صورة خيوط ولا في صورة اقمشة اما انها تكون مزروعة مثلا فتبقى نباتية او انها تكون صناعية فتم انتجها في الصناعة طيب ايه اللي بيحصل لها ولا حاجة كل اللي بيحصل لها ان بتخش في مرحلة غزل تتحول الى خيوط وبعد كده بتخش في مرحلة نسيج وتتحول الى اقمشة يبقى لما اقول يعني ايه الياف يعني ايه خامة يعني هي جميع الشعيرات والالياف التي يمكن تحولها بواسطة عمليات الغزل الى خيوط وعمليات النسيج الى خامة تمام خليها تعريفات تاني يعني انا ممكن اقول تعريف تاني ممكن طبعا ممكن اقول هي الشعيرات النسجية اللي بتجمع وتبرم في عمليات الغزل وعمليات النسيج يبقى انا كده اصبح عندي في تعريفين اما ان انا اقول هي الخامات اللي بيقوم بتحولها عن طريق عمليات الغزل للخيوط وعن طريق عمليات النسيج لامشة او هي الشعيرات النسجية اللي بيتم تجمعها وبعد كده بتبرم في عمليات الغزل فبتتحول لخيوط كلنا لو بصينا على أي بقرة خيط موجودة عندك هبص كده همسك الفتلة لو برمتها عكسي هلاقي عبارة عن فتلتين مبرومين على بعض وهنعرف ده إن شاء الله خلال دراستنا هي ليه مبروم أكتر من فتلة على بعضها يبقى هي الخامات أو هي الشعيرات اللي بيتم جمعها ثم تبرم في مرحلة الغزل وتتحول لخيوط وبعد كده بتأخذ وتتحول في مرحلة النسيج إلى أقمشة تمام إيه كمان عندي بقى بيقول لي هل كل الخامات شبه بعضها يعني هل كل الخامات النسجية أو الألياف النسجية هي شبه بعضها بمعنى صح هل كلها تنبت يعني نباتية هل كلها صناعية طبعا هناخد حاجة اسمها التقسيم العام للألياف والخامات النسجية لأن بما أننا بتكلم عن تخصص تريكو يبقى أنا لازم أكون عندي دراية تمة بالألياف وبالخامات طيب هو إيه التقسيم العام للألياف والخامات قال لي لما أجي أقسمها أنا أقسمها جزئين ألياف طبيعية وألياف صناعية لأن أنا طبيعي لما أجي أشتري قماش أو حتى أشتري خيوط عشان أعمل أو أشتغل على المكان وطبعا كلنا عارفين أن التخصص ده آلي تريكو آلي يعني هيتم تشغلكم على ماكينات وهنستخدم طبعا أنواع الخيوط المختلفة علشان ننتج القطعة بتاعتنا اللي مقررة علينا في الصف الأول في التقسيم العام للألياف أنا هقسم الخامات والألياف دي إلى جزئين أول جزئة عندي هي الألياف الطبيعية وكلمة ألياف طبيعية يعني تأخذ من الطبيعة ثاني يبقى أنا هقسم الألياف إلى جزئين ألياف طبيعية وألياف صناعية كلمة ألياف طبيعية يعني أن هي بتأخذ من الطبيعة إما بقى تكون موجودة على شكل شعيرات وهنعرف زي إيه أو إنها تكون موجودة على شكل ألياف لحقية وهنعرف يعني إيه أو إنها تكون موجودة على شكل ألياف ورقية يبقى اول جزء عندي في التقسيم هو الالياف الطبعية تنقسم يلاقيه بقى الالياف الطبعية دي قال لي اول حاجة في منها النباتي وكلمة نباتي يعني ينبت من الارض زي ايه زي القطن وزي الكتان وفيه كمان خامة تانية تسمى الجوت ولما هنيجي نتكلم عن القطن هنلاقيه الياف طبعية نباتية بس بتبقى عبارة عن شعيرات وبتأخذ الشعيرات دي كلنا اكيد شفنا فيلم او شفنا فيلم تسجيلي في التلفزيون او في اي على اليوتيوب او اي حاجة لفيلم ازاي بيتم حصاد القطن اللي عبارة عن مجموعة من الشعيرات وبتتاخد بعد كده تمر على مراحل مختلفة من الغزل والنسيق وتتحول الى الملابس اللي احنا بنرتديها الكتان عبارة عن الياف نباتية طبعية ولكنها لحائية يعني لها صاق طويلة ومتفرعة من اعلى اللي يشبهها هو الياف كمان الجوت يبقى كده احنا قسمنا اول حاجة الالياف الطبعية الى الياف نباتية وهي التي تنبت من الارض وفيه منها على شكل شعيرات وفيه منها على شكل الياف لحائية فيه كمان الياف تاني طبعية طبعا عندي كمان من الالياف الطبعية الالياف الحيوانية طب تعالوا نشوف مع بعض كده شكل الالياف الطبعية القطنية وازاي بتم زي ما احنا كده كلنا شايفين ده كده القطن بعد ما تم حصاده من الارض بنبتدي نحو طبعا ده تريكويا دوي كده ادي ده نباتي نباتي ليه زي ما انت شايفين تم امباته من الارض وطبعا اي نبات طبيعي انصر اساسي فيه هو مادة تسمى مادة السروسة هنتكلم عنها طبعا النباتي بيتحاول منه البزري زي القطن وفيه منه اللحائي زي الكتان والجوت وفيه منه الورقي تمام كده دي كلها الياف نباتية وفيه منه كمان الياف القشرة الخارجية اللي بنسميها الياف جوز الهند يبقى احنا نباتي ولحائي وورقي وكمان الياف ايه الياف كشرية طيب ده بالنسبة لتقسيم الالياف لو هي طبيعية نباتية بس هو الالياف الطبيعية هي النباتية فقط لا طبعا فيه كمان منها الالياف الحيوانية ما هي موجودة في الطبيعة بس لا تمبط من الارض هي بتبقى موجودة على الحيوان زي ايه اول حاجة فيه منها شعيري زي الصوف يعني عن طريق شعيرات موجودة على الخراف فبيتم جزها وبتتحول بعد مراحل الغزل ومراحل الغسيل اللي بيتم عشان احنا عارفين ان هي موجودة على الحيوانات فبتتعرض الى العوامل الجوية والاتساخات فبيتم بعد غسلها تحولها الى خيوط عن طريق مرحلة الغزل ثم تحولها الى امشى عن طريق مرحلة النسيد يبقى كمان عندي من الالياف الطبيعية الحيوانية هو الصوف وبسميها الياف شعيرية عندي بعد كده الياف افرازية ودي بتفرزها دودة الاز وبسميها الحرير الطبيعي عندي كمان الياف وبرية يعني بتبقى على هيئة وبر زي المهير وزي الكشمير يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا قسمت الياف الطبيعية الى نباتية وقلنا انواعها وإلى حيوانية وقلنا انواعها كمان بس كده لأ انا عندي كمان في التقسيم العام للالياف طبيعية انا بقوم كمان بايجاد الياف معدنية يعني مش كده وبس انا كمان عندي حاجة اسمها الياف معدنية يبقى عندي الياف طبيعية نباتية الياف طبيعية حيوانية الياف طبيعية معدنية ثلاث انواع للالياف الطبيعية طب المعدنية دي يعني ايه معدن زي مادة تسمى مادة لسبوستوس المادة دي تم اكتشافها وجدوا العلماء ان هي بتتحمل درجات الحرارة العالية فلما دي كمان قومة درجة الحرارة العالية وموجود فيها عنصر أساسي وعنصر السلولوز وإحنا عايزين نقول أن الألياف الطبعية العنصر الأساسي لتكوينها هي مادة تسمى مادة السلولوز وأي خامة نباتية موجود فيها مادة السلولوز بيبقى موجود بنسب معينة يعني ممكن 80% 60% 40% حسب النسبة الموجودة من هذه المادة داخل الخامة فلما بيكون مادة السلولوز النسبة بتاعتها عالية داخل الخامة فهو بيكتسب نفس صفات مادة السلولوز فهو بيقول لي أن الألياف المعدنية دي هي عبارة كانت عن صخور تتحمل درجة الحرارة العالية ولما تم فحصها وجد فيها مادة الأساسية للألياف الطبعية هي مادة برافو السلولوز ولكن هي بتستخدم بس في الأعمال اللي بتتطلب أو بتتعرض إلى درجات الحرارة العالية زي خامة إيه؟ زي خامة لسبوستوس وأسلاك الزهب والفضة وأسلاك الزهب والفضة دي الأسلاك اللي بيتم تطريز الهدوم أو الملابس السورية أو العبيات والحاجات دي كلها بنشوفها على العبيات والسوريهات بتاعتنا اللي هي الخيوط اللي بيتم تطريزها يدويا نيجي بعد كده مادة لسبوستوس طب هستخدمها في إيه المادة دي؟ هل أنا بستخدمها في الملبس أو في الحياة اليومية بتاعتنا؟ لا بما أنها بتتحمل درجات الحرارة العالية جداً فأنا بستخدمها في ملابس رجال الإطفاء لأنه هم أكثر عرضة لدرجة الحرارة العالية فتحميهم من أي حدوث إصابات أو أي حدوث التهابات نتيجة هذه الدرجة العالية. نيجي بعد كده عندي أن دي كده ألياف طبيعية. طب هو مش موجود. ألياف صناعية خالص يعني أنا ممكن أجيب خيط ألاقي خيط لهو ملمسه قطني ولهو ملمسه صوفي. لأ ده ليه ملمس كده صناعي غريب. فعلا لأن العلماء قالوا طب إحنا دلوقتي في بعض المواد موجودة في الطبيعة الخمات موجودة في الطبيعة وفيها العنصر الأساس اللي هو السلولوز وفيها العنصر الأساس اللي هو البروتين اللي هي في الألياف الحيوانية. طب هي مش موجودة على شكل ألياف تمام. أخذها وأضيف عليها بعض المواد الكيميائية داخل المعمل أو في المصنع وحولها من صورتها اللي موجودة في الطبيعة بما أن العنصر الأساسي في تكوين الألياف الطبيعية موجود فأنا كل اللي أعمله أضيف بعض المواد الكيميائية وحولها إلى ألياف صناعية. يبقى إيه اللي حصل بعد ما قسموا لألياف طبيعية وشافوا العنصر الأساسي للألياف النباتية هو مادة السلولوز والألياف الحيوانية العنصر الأساسي هي البروتين. فقالوا طيب نشوف كده. فبالعلم والتكنولوجيا اكتشف الإنسان في صناعات النسجية إمكان صناعة ألياف تشبه القطن ودي كانت بتنتج من لب الأشجار. يعني كانت بتبقى موجودة في لب الأشجار زي الحرير الصناعي اللي أنا بسميه راين الفسكوز أو بسميه تجاريا لما أشتري القماشة أولا أعايز أشتري بلوزا فسكوز. فده يعتبر من الألياف اللي تشبه الألياف الطبيعية ولكنها موجودة على هيئة لب خشب. إيه كمان؟ كمان اكتشفوا ألياف تشبه الحرير الطبيعي من منتجات البترول زي ألياف النيلون والدكرون. طبعا كلمة النيلون كلنا عارفينها طبعا ومتدرجة وكلنا نعرفها. الدكرون هنلاقي ما هي اللي عرفها أكتر لأنها عدت عليها. وقد تمكن من تشكلها بحيث شابه شعيرات الصوف. يعني تم تشكيل هذه الألياف عشان تشبه شعيرات الصوف وتنافس كمان الألياف الايه؟ الألياف الطبيعية. قال ليني الشعيرات الطبيعية غير الشعيرات الصناعية. لأن أنا عندي شعيرات طبيعية لها طول محدد. لأنها بتمبت أو بتيجي من الطبيعة فما بيبقاش للإنسان تدخل فيه تحديد أطولها. أما الشعيرات الصناعية فيمكن انتجها على شكل شعيرات مستمرة بأن أنا بمررها. داخل محلول من المادة الصناعية عشان وبعد كده داخل سقوب دقيقة تخرج منها وتتجمد على شكل ألياف مستمرة. وبعد كده ابتدى المجال يتطور في إنتاج الأقمشة وكمان ابتدينا نسمع أو نعرف عن الأقمشة المخلوطة. يعني أنا دلوقتي بعد ما قسمت الألياف بتاعتي إلى ألياف طبيعية وقلنا اللي هي بتوجد في الطبيعة وقلنا في منها نباتي في منها حيواني في منها معدني. ده أنا عندي كمان إن أنا ممكن أعمل ألياف صناعية وده عن طريق إن أنا أخد المواد الموجودة في لب الأخشاب أو موجودة برضو في الطبيعة ولكن ما هياش على شكل خمات أو ألياف. والعنصر الأساسي موجود فيها اللي هو بيكون ألياف فنقدر بإضافة المواد الكيميائية عليها أحولها من شكلها الغير معروف في الطبيعة إلى شكل ألياف وبعد كده إلى خيوط وبعد كده إلى أمشة. وقلنا زي مين؟ زي رايون الفيسكوز وكمان زي إيه بقى؟ الألياف اللي هي أساساً بقى مش موجودة في الطبيعة كلها تم إنتاجها عن طريق المواد الكيميائية ودي زي الدكرون والنيلون اللي هو البولي إستر والبولي أكريلك والبولي أمايت. تمام. قال لي كمان أنا ساعات ببصة ألاقي مثلاً خامة طبيعية بس درجة متانيتها قليلة وخامة صناعية درجة متانيتها عالية لأن إحنا عارفين إن الخامات الطبيعية بتجدنا بصورتها اللي هي تم تكونها طبيعياً. فممكن تكون شعيرات طويلة ممكن تكون شعيراتها قصيرة ممكن تكون متانيتها مرة مثلاً في الكتانة عالية في القطن متوسطة في خامة تانية تكون ضعيفة. فبالتالي أنا محتاجت دلوقتي أصلح الخامة دي. طب هتصلحها إزاي؟ إن أنا هخلطها بالألياف الصناعية. يعني أنا لو عندي هنا مرونة عالية تمام؟ ومتانة قليلة وفي خامة صناعية فيه متانة عالية بس المرونة قليلة هعمل عملية خلط. عملية الخلط دي هتنتج عنها خامة فيها المتانة عالية والمرونة كمان عالية. يبقى أنا كمان أنتجت أو فكرت اللي هم العلماء إنهم يعملوا كمان الألياف المخلوطة. إحنا عايزين نوسع مجال الألياف الموجودة عندي. فبالتالي أنا هعمل إيه؟ بالتالي هعمل كمان ألياف مخلوطة. عن طريق خلط ألياف طبيعية مع ألياف صناعية بنسب معينة. يعني لو أنا مثلاً جيت خلط خامة قطن بنسبة 60%. هي مفروض النسبة بتاعة الخامة تكون 100%. يبقى اللي تفضل عندي 40% هحط مثلاً بولي إستر أو بولي أكريليك. يبقى أنا عملت هنا عملية خلط. وأنت بتعمل خلط ليه؟ علشان أحسن الفتلة وضيها صفات ما كانتش موجودة فيها. أو أعلي صفة كانت قليلة أو أخفت صفة كانت عالية. هو فيه ممكن يبقى صفة في خيط تكون عالية؟ آه. ممكن من شدة اللمعان تصبح هذه الصفة غير مرغوب فيها. فأنا هعمل إيه؟ هضف لها أو هعمل معاها خلط بخامة تقلل هذا اللمعان. يبقى إحنا كده كمان عرفنا أن العلماء بعد ما قسموا الألياف الطبيعية قالوا لا إحنا ممكن كمان بعد ما وجدوا في لب الأخشاب بعض الخامات اللي بتحمل خصائص الألياف الطبيعية وكمان لقوا أن بعض المركبات الكيميائية لو أضيفت على بعضها هتطلع لي كمان خامات صناعية خلاص إحنا هنوسع هذا المجال ونبتدي ننتج كمان خامات ده إحنا مش كده بس إحنا هنتحكم في طولها هنتحكم في درجة متانيتها هنتحكم في درجة مرونتها وكمان ده نطلع الناتج الطبيعي اللي هو جاي من الطبيعة والناتج اللي جاي من الصناعة اللي تدخل في الإنسان في بعض الألياف درجة متانيتها عالية أو قليلة وخامة تانية درجتها عالية أو قليلة لأ تعالوا كمان نقول أن إحنا نعمل عندنا ألياف مخلوطة مخلوطة يعني تم خلط خامة طبيعية مع خامة صناعية ولكن بنسب بحيث أن أنا أستفاد من جميع الخواص وإطلع لخيط خواصه جيدة أجي بعد كده هدي مثال مثلا لو أنا عندي قماشة مخلوطة قطني مثلا وبولي إستر يعني أنا خلطت قطني وبولي إستر نسبة القطني كانت 65% ونسبة البولي إستر كانت 35% هستخدمها في إيه خامة زي دي لما عملت الخلط ده هنتج منها الملابس الجازة خصوصا الملابس الرجالي اللي هي الأمصان الرجالي لأن خواص القماش الناتج هيتميز بالمتانة والمظهر وصولة الكي وصولة إزالة الاتساخ بالغسيل والماء الدافي ده هنا عايز يوصل لي أن الخلط ده الفايدة منه عالية جدا ده أنا لما أجي أعملت مثال وخلطت ما بين قطن وبولي إستر حطيت نسبة من القطن وحطيت نسبة من البولي إستر لما خلطتهم على بعض طلع لخيط الخد ده درجة متانته عالية وأقدر إن أنا أنتج منه الأمصان الرجالي لأنها بتبقى أكثر عرضة للاتساخات أكثر عرضة للأتربة وبالتالي هلاقي مظهر كويس جدا هلاقي درجة متانة عالية هلاقي إن أنا بسهولة جدا أقدر أتخلص من الاتساخات الموجودة فيه عن طريق الماء الدافي كل ده كان خاص بإيه؟ بالتقسيم العام للألياف في مادة الخامات للصف الأول عشان إحنا مادة الخامات دي بتطلع معنا سنة تانية وفي تالتة ما بتبقاش موجودة يعني هي موجودة معنا في الصف الأول وموجودة معنا كمان في الصف الأيه؟ الصف التاني طب ده الشق الطبيعي طب تعالوا بقى نتكلم عن الموضوع اللي كنا بنقوله ونقول إيه؟ أنا عندي ألياف صناعية هبتدأ طلعها عشان هي موجودة في الطبيعة والعنصر الأساسي في تكون الخامات موجود فيها طب بيبقى معنا كده إن الألياف الصناعية لما أجي أتكلم عنها هي التي تحضر صناعيا إما من مواد موجودة في الطبيعة ولسه قيلين حالا إن المواد يبقى موجودة في الطبيعة ولكن ليست على شكل ألياف ولكن العنصر الأساسي لتكونها موجود أو مواد محضرة صناعيا وتنقسم إلى قسمين اللي هي مين؟ الألياف الصناعية طب تعالوا نشوف كده مع بعض هي الألياف الصناعية بيتم إنتاجها إزاي؟ قال لي إزاي ما تشايفين كده بيتيجي على هيئة سوائل وبعدين بتنقسم إلى ألياف تحولية اللي هي محورة يعني موجودة في الطبيعة وإحنا يا دوبك بس دفنا عليها بعد المواد وحولناها كلمة حولناها زي إيه؟ زي اللي بيبقى أصلها السلولوس زي قلنا رايون الفسكوز وبتصبح الصورة النهائية للألياف طبعا على الشكل الخليط اللي إحنا عملناه اتحولت بعد كده إلى عجائن زي ما تشايفين ده لوب أخشاب أو الغبار بتاع القطن المتبقي بيتاخد ويتعمله عملية تعجن وبعد ما بتعمله عملية تعجن بيوضع فيه أقماع مسكوبة سكوب متساوية وبعد كده بيمر منها السائل اللي تم تكوينه تغرب بعد كده على شكل شعيرات ويطلع لنا زي ما احنا كلنا شايفين كده جميع الأنواع دي طبعا الخيوط المعدنية اللي بتشبه ألياف الزجاج ولكنها ايه صناعية تمام يبقى احنا كده شفنا شكل الخامات الصناعية هي كانت موجودة في الطبيعة ولكن ليست على هيئة ألياف احنا اكتشفنا فيها ان هي موجودة فيها العنصر الأساسي اللي هي مادة السليلوس ولكنها هي اما تبقى موجودة على هيئة اللوب أخشاب او موجودة على هيئة الغبار البسيط ده اللي هو بيتطير من ايه من خامة القطن يبقى الألياف الصناعية اما نيجي بقى نتكلم هنقول ان في منها خامات عضوية وفي منها خامات غير عضوية الكلام ده ما خامات عضوية يعني ايه يعني يدخل في تركبها عنصر الكربون يعني لما ااجي انتجها ما احنا بنتج جزء منها لو هي تحولية في الصناعة وفي بقى لو هي تركبية كلها بتنتج داخل الصناعة عن طريق المواد الكيميائية ففي منها نوعين اما انها تكون عضوية يعني يدخل في تكوينها عنصر الكربون او انها تكون غير عضوية يعني لا يدخل في تكوينها عنصر الكربون تمام ايه كمان ان احنا عندنا هنا نوعين من الألياف الصناعية ألياف تحولية وكلمة تحولية يعني هي موجودة وانا حولتها بمنطقة البساطة هي بتبقى موجودة في الطبيعة على غير هيئة الألياف اللي متعودين عليها يعني انا بسهولة جدا يا سنقولة اقدر اشوف زرعة القطن اقول ده قطن اقدر اشوف الكتان بشكله اللي حائي واقول ده كتان اقدر اشوف الصوف واقول اه ده صوف واقدر اشوف كمان الحرير واحدد انه حرير لكن لما اجي اشوف حاجة موجودة في الطبيعة وهي مش على صورة خامة لا يمكن الا اذا كان ده حد على علم وعارف ان المادة المكونة للخامات الطبيعية هي السلولوز وفعلا لما جموا بحثوا داخل لب بعض الاخشاب لقوا ان فيه مادة السلولوز موجودة ولكن المادة هنا مادة بيضاء ما هياش على شكل خامات فاخدها بصوا بقى الكلمة دي حولها من صورتها اللي موجودة في الطبيعة على هيئة غير خامات او غير الياف وضف عليها بعض المواد الكيمية خاصة السوداء الكوية وابتدى ان هو يحولها الى شكل خامة الى شكل شعيرات عشان يقدر بعد كده ياخدها يحولها في مراحل الغزل الى خيوط ثم مراحل النسيج الى اقمشة يبقى اول تقسيم من الالياف الصناعية هي الالياف التحولية ذات اصل طبيعي سواء نباتي او حيواني يعني ممكن الاقي بعض الالياف التحولية موجودة في الطبيعة اساسها سيلولوز يبقى كده شبه الالياف الطبيعية او اساسها بروتين يبقى هي كده شبه الالياف الحيوانية وبعد كده انا بقوم بعلاجها كيميائيا طب لما اجي اسأل سؤال واقول ما معنى الياف تحولية هي التي توجد في الطبيعة على غير صورتها صورتها زي الخمات والالياف ولكن يوجد فيها عنصرين اساسيين هما البروتين والسيلولوز ويتم تحولهم باضافة بعض المواد الكيميائية الى شكل شعيرات ثم الى خيوط ثم الى اقمشة طب هو فيه تاني الياف الصناعية تم انتاجها اه طبعا وهي التخليقية كلمة تخليقية يعني تم تخليقها من الالف الياء يعني ما هيش كانت موجودة اصلا في الطبيعة لا احنا ضفنا بعض مواد الكيميائية على بعض مشتقات البترول كنا زمان واحنا في الاعدادية كنا بيحصل ايه يقول لي في عندي خريطة للمنتجات او الحاجات اللي بتطلع من البترول وكان في اخر الخريطة دي كان بيقول لي ان بعض الاقمشة وكنت استغرى بقول من البترول هقدر اطلع اقمشة ايوة فعلا من مشتقات البترول انا اقدر اطلع خمات تسمى الخمات التخليقية لان هنا بقى هيبقى انتج كميائي من الالف الياء زي ايه زي البولي امايد زي البولي اكريليك البولي امايد ده اللي هو النيلون والبولي اكريليك اللي هو الضاقم والبولي استر دي الياف اسمها الياف تخليقية اي تم تخليقها بالكامل داخل المعمل وبتبقى تتكون من اكسوجين نيتروجين وغاز غاز الكولور تمام دي كده صورة للالياف الصناعية فيديو للالياف الصناعية بصوا كده معايا هو دلوقتي اهو بعد ما حولوا لعجائن ابتدهوا شايفين دي عجائن المادة اللي وجدوها في الطبيعة تمام زي ما احنا شايفين قد ايه هي بصوا عاملة ازاي وبعد كده زي ما شايفين كنا بنقول بتمر من خلال سكوب مبسا مساقى بسكوب متساوية المادة دي بتمر من خلال هذه السكوب وبعدين تتحول بعد ذلك الى خيوط تتاخد الخيوط دي تتحول الى اه اقمشة منها بقى الياف البولي استر اللي هو بسميه بعض الاحيان الدكرون او الترجال وطبعا قلنا البولي امايد اللي هو النيلون وزي ما انتو شايفين كده اتحولت الى خيوط او اتحولت الى اقمشة ايا كان شكلها ايه في اول الفيديو مجموعة من العجائن انا حولتها الى عجائن وهناخد ان شاء الله مراحل تحضيرها في الالياف الصناعية في الترم التاني طب هي ايه التفاعلات الاضافية اللي انا بضع قال لي عندك اما تفاعلات بين مركبين او اكثر بس نخلي بالنا لما قلت تفاعلات اضافية يعني هي موجودة التركيبة ولكن بس انا ضفت بعض التفاعلات هنا الناتج عنه مش هيبقى خامة لا ده انا ضفنا بس بعض المواد عشان كي سمتها تفاعلات اضافية يعني اللي ناتج منها ناتج سانوي ما هواش ناتج اساسي طب انما لو قلت تفاعلات تكاسفية يعني بين مركبين او اكثر وهنا بقى بينتج عنهم مركب اخر يبقى الاضافية بينتج عنهم مركب سانوي اما التفاعلات التكاسفية يعني مركبين اساسيين بينتج عنهم ناتج اخر يطلع لي الالياف الصناعية التخليقية يبقى الالياف الصناعية في منها تحويلة زي رين الفوسكوز والاسيتات وفي منها تخليقي زي عديد الاسطر زي ما قلنا البولي اسطر والبولي امايد والبولي اكريليك وفي منها المخلوطة اللي قلنا عليها في الاول اللي بتتكون من الالياف طبيعية او الالياف صناعية ولكن بنسب يبقى اول درسة عندي كان في الخمات هو ازاي اقسم الالياف اللي موجودة او الخمات الموجودة عندي علشان اقدر افرق بين الخمات وبين بعضها فقال لي عندك خمات طبيعية عندك خمات صناعية قال للخمات الطبيعية عايزا اسمع بقى خمات طبيعية في منها نباتي برافو زي القطن والكتان والجود والنباتي اما يكون بزري او يكون لحاء بزري يعني القطن ولحاء زي الكتان والجود وقلنا كمان من الالياف الطبيعية في عندي الياف حيوانية وفيه منها اللي على هيئة شعيرات زي الصوف فيه منها اللي على هيئة إفرازي زي اللي بتفرزه ضد الأز اللي هو الحرير الطبيعي وفيه منها الوبري اللي هو زي خيوط المهير والكشمير وكل الألياف دي هناخدها خلال الترم الأول بس بصيغة أكبر وبطريق التشرح أكتر لكل خامة على حدة عندي كمان من الألياف الطبيعية اتفقنا مع بعض هي الألياف المعدنية وبهي خامة لسبوستوس وأسلاك الزهب والفدة كمان أسمناها إلى ألياف صناعية يعني كان فيه ألياف طبيعية وأسمناها هنأسم كمان ألياف صناعية ودي في منها نوعين ألياف تحولية وألياف تركيبية وقلنا إن الألياف التحولية بيبقى موجودة في الطبيعة إما على شكل لوبة أخشاب أو عن طريق قبار الأطن الشعيرات البسيطة جدا اللي بتنزل من الأطن وموجود فيها العنصر الأساسي إما السلولوز أو البروتين وبالتالي أنا أقدر أستفاد من هذه الخامات الصناعية اللي موجودة في الطبيعة بإضافة بعض المواد الكيميائية أحولها من صورتها اللي موجودة في الطبيعة إلى صورة ألياف زي رايون الفسكوز وزي رايون الأسيتات وأسميها الألياف التحولية أما النوع الثاني من الألياف الصناعية هي الألياف التخليقية وقلنا اللي بيتم إنتاجها بالكامل داخل المصنع وبيبقى أساسي فيها عنصر الكربون والأكسوجين والنيتروجين وبتطلع من مشتقات البترول زي البولي أمايد والبولي أكريليك والبولي إستر وكانت آخر حاجة في التقسيم العام للألياف هو خلط الألياف واتفقنا مع بعض أن أنا بخلط الألياف يعني خامة تكون طبيعية أخلط عليها خامة الصناعية أو العكس بنسب معقولة بحيث أن أنا أقدر أستفاد من الخواص اللي موجودة في الخامات وبعضها ويطلع لي في الآخر خامات أو خيوط أو أنسجة تحمل الصفات الجيدة وبالتالي ده هيفدني أن أنا أطلع بعد كده منتج يحتوي على الصفات الجيدة اللي تقدر يكون الإقبال عليها نتيجة استخدامها لأن متانتها عالية مرونتها عالية أنها بتمتص السوائل فده بعلجه للخامات اللي فيها قصور في أحد الصفات بطريقة الخلط هناخد أول خامة عندي من الألياف الطبيعية إحنا اتفقنا مع بعض أن ده التقسيم العام ولكن أنا عايزة بقى أدخل في المنهج بتاع التقسيم العام ده في الترمي الأول بيتم دراسة الألياف الطبيعية وفي الترمي التاني الطبيعية النباتية وفي الترمي التاني بيتم دراسة الألياف الصناعية أول خامة عندي من الألياف الطبيعية خامة إيه؟ بالضبط كده هي خامة القطن وهي خامة نباتية بزرية وصميت بزرية اللي هي سنقولها عشان هي بتبقى موجودة على شكل شعيرات يتخلى لها مجموعة من البزور فعشان كده قلت عليها أن هي إيه؟ بزرية طبعا القطن هي الشعيرات اللي بنحصل عليها من الطبيعة مباشرة إما تكون زي ما اتفقنا الخامات الطبيعية شعيرية أو ليفية أول خامة عندي هي الألياف البزرية اللي هي بتبقى مجموعة من الشعيرات ودي بتتكون من خالية واحدة وبتبقى في اتجاه مستقيم زي خامة القطن وهي خامات من أصل سلولوزي كل الكلام ده إحنا لسه أيلينه بما دام دي خامات طبيعية نباتية يبقى الأساس فيها وعنصر السلولوز بالضبط وتنمو على أجزاء مختلفة من النبات إما على هيئة بزور أو سمار أو أزهار تنقسم الخامات الشعيرية النباتية إلى قسمين إما خامة واحدة الخلية مثل القطن أو متعددة الخلية تعالوا نمسك أول خامة عندي وهي خامة القطن كلنا عارفين أن خامة القطن تحتل في مصر مكانة عالية جدا اشمعنا في مصر لأنه يعتبر القطن المصري من أعلى الأقتان الموجودة في العالم ليه؟ لجودتها وطول تلتها طب لما يجي سؤال يقول لي هي ليه القطن يحتل مكانة عالية في مصر أولا لأن مصر تربطها غنية فبالتالي أقدر أزرع فيها وبعدين عندي وجه بحري وعندي وجه قبلي فالتنوع في المناخ ده يخليني أقدر أننا أنتج خامة القطن ايه كمان التقس المعتادل المائل للحرارة ده هيساعدني على أن أنا أقدر أنتج القطن انتظام مياه الري يعني ما بيحصل شي عندنا جفاف فإحنا عندنا انتظام في مياه الري قلة الرياح والأمطار الأربع أسباب دول هما اللي قدوا إلى أن مصر تحتل مكانة عالية في زراعة القطن يبقى لما يجيني السؤال يقول لي لماذا تحتل مصر مكانة عالية في صناعة القطن شمعنا مصر يعني التربة الغنية اللي فيها المناخ المعتادل المائل للحرارة انتظام مياه الري قلة الرياح والأمطار وده سؤال بيجي كتير جدا في الامتحانات طيب ليه بقى نجحت زراعة الأصناف الجيدة لأن زي ما اتفقنا إحنا بيعتبر القطن المصري من الألياف طويلة التيلة اللي بتزرع في الوجه البحري يعني القطن طويلة التيلة هنلاقيه مزروع في الوجه البحري أما القطن اللي بتبقى التيلة بتاعته قصيرة أو خشنة شوية بتبقى في الوجه القبل نتيجة زيادة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الوجه حيث تسمح درجة الحرقة ونسبة الرطوبة المعتدلة بزيادة نمو شعيرات القطن إلى أقصى طول لها ايه دول المنتجة؟ لحظوا كده كل خامة هناخدها في الترم ده من الألياف الطبعية هندرس تعرفها، هندرس أهميتها، وهندرس الدول المنتجة لها هندرس خوصها الطبعية، هندرس خوصها الكيميائية وكمان استعملتها وازاي طرق التعرف عليها لأننا ممكن تتحطوا قدامي خامة قطنية وخامة قطن وخامة حرير كذا خامة ويقول لي أنهي في الثلاث خامات من غير ما يكون معرفني يقول لي ما يزلي بينهم، الكلام ده كله هنعرفه إما تحت الميكروسكوب أو عن طريق قر فهنكمل مع بعض أهم الدول المنتجة عندك طبعا روسيا، الهند، الصين، المكسيك، باكستان، البرازيل دي أهم الدول وطبعا مصر، أهم الدول المنتجة للقطن تعالوا نشوف كده مع بعض خامة القطن زي ما احنا شايفين إيه؟ لو لاحظت هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شعيرات موجود فيها مجموعة بزور طبعا بيتم تخليص، شايفين؟ ظهرة القطن من البزور اللي موجودة دي بفصلها عن طريق مراحل أخدها إن شاء الله منهم مرحلة الحل أو التنفيذ، بيتم فصل البزور زي ما شفنا في أول الفيديو اللي موجود جوه الشعيرات عشان نفصل بين الشعيرات وبين البزور دي ونبتدي نعمل مراحل غزل للقطن ونطلع بقى منه صنوعة الملابس الداخلية والخارجية وملابس الأطفال وكمان بتدخل في السام الأغطية والملايات بتاعت السرير والمناشف والجوارب وأفضل أنواع الأقطان هو اللي موجود في اليابان يعني فيه في اليابان أفضل أنواع القطن تعالوا بقى نتعرف على أنواع القطن داخل مصر إحنا زي ما شفنا كده شفتوا القطن هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن زهرة كده لونها أبيض هي ميبقاش أبيضة هو ماء يعني اللون الغامي المسمر شوية نتيجة تعرضه إلى العوامل الجوية طبعا فهو إحنا شفنا عبارة عن زهرة موجود فيها مجموعة من البزور اللي بيحصل بيتم حصاد هذه الشعيرات ويتم مرارها في مراحل متعددة اسمها مراحل الغز بتعمل إيه المراحل الغز دي؟ تفصل البزور اللي موجودة زي ما شفتوها كده النقط الصودة اللي كايت موجودة جوة الشعيرات عن الشعيرات نفسها لما أجي أفصلها هتتخلص الشعيرات من البزور دي هاخدها وبعد كده أبتدي أحولها إلى خيوط طب هل البزور دي أنا ما باستفدش منها؟ لا دي احنا هناخد إن احنا بنقدر نستفد كمان من البزور بتاعتنا طب تعالوا بقى نقسم أنواع القطن المصري أول حاجة هنقول القطن المصري يعتبر من أجود وأحسن أنواع الأقطير وبيتراوح طول الشعيرة من 27 ل40 مليمتر يعني الشعيرة الجامدة جدا الطويلة هقول عليها إن هي من 27 ل40 يعني ما تبقى 40 تبقى دي أطول الشعيرة ولكن هي بتتفاوت ما بين 27 لل40 طب منتظمة نوعا ما فيها مجموعة من الالتوئات التوئات يعني الشعيرة ما هيش مستقيمة أقدم إياها من إنها موجود فيها مجموعة من الالتوئات لون التيلة فهو سمني كسير السمرة ويمكن أن يصنع من القطن المصري خيوط توصل إلى نمرت 200 يعني أنا ممكن أعمل من القطن المصري خيط نمرته 200 من القطن المصري أوصل بي للدرجة دي تمام تمام عندي يمكن أن أنا أقسم أنواع الأطن المصري حسب طول التيلة يعني إحنا هنقسمه حسب طول التيلة إلى ثلاث أقسم أول حاجة عندي القسم الأول وده بيشمل الأقطان قصيرة التيلة إحنا اتفقنا طول الشعيرة من كام لكام من 27 ل40 فلما نيجي القسم الأول نقول عليه يشمل الأقطان اللي هي قصيرة التيلة هنقول تتروح أطوالها ما بين من 27 ل29 مليمتر وده بنسميه جيزة 66 يبقى جيزة 66 هي الشعيرة من 27 ل29 ده طول التيلة بتاعها وبسميها متوسطة التيلة وده أول نوع لتقسيم الأقطان حسب إيه؟ حسب نوع التيلة أو حسب طول التيلة تاني نوع عندي هو القطن الأشموني وده من أهم الأصناف القطنية المصرية لأنه أكثر محصولا وأجوادها وأحسنها وبيميل إلى الصمرة الخفيفة وقليل اللمعان وبيشبه فيه ملمسه الصوف والأشموني كده ده بيبقى يزرع في الوجه البحري في بلد اسمها أشمون في وجه بحري هو بيزرع فيها التيلة بتاعته أطول بقليل وهو أحسن بقليل وأقل لمتانة وبيغزل منه نمرة 60 لحظوا كده متوسطي لكم أنه بنغزل منه لغاية 200 دي لغاية 60 القسم الثاني بقى متوسط التيلة وده يتراوح أطوله ما بينه من 34 ل 36 مليمتر وده بيشمل بقى مجموعة من الأنواع جيزة 75 جيزة 85 جيزة 80 جيزة 83 جيزة 89 وتمتاز هذه الأقطان بأن تلتها وسط وتمتاز كمان التيلة الطويلة بوفرة المحصول وحسن الغلة الغلة اللي هو المحصود اللي تم إنتاجه ومتانة الشعيرات القسم الثالث نقسمه الأقسام حسب طول التيلة طول بقى احنا قلنا متوسط وقليل التيلة عندي بقى بقى طويل التيلة طويل التيلة هيبقى من 35 ل40 مش احنا اتفقنا ان طول الشعيرة من 27 ل40 هنا بقى لما قول احنا قسمناهم 27 29 وبعد كده 30 سبعة بتعلوا بقى 36 تعالوا بقى بعد كده من 35 ل40 دي طول التيلة بقى لأنها وصلة لآخر مقاس في مقاس الشعيرات وتمتاز دقة أليافه انسجام للتوقات مع بعض لونها سمني أو سكري فاتح وطبعا احنا اتفقنا ان كل ما الشعيرة كان لونها أفتح كل ما قدرت أثناء السباغة أسبغة بالألوان الفتحة لمعانه زيت لمعانه ملمس حريري ويمكن غزله إلى نمرمتين زي أول نوع تمام يبقى أنا قسمت القطن إلى أقسام ثلاث أقسام حسب طول التيلة وقلنا أن شعيرة القطن عادة طلها من 27 إلى 40 مليمتر ده طول أي شعيرة طبعا بيتراوح بقى الطول من 27 إلى 40 فقسمناهم متوسطة التيلة قصيرة التيلة طويلة التيلة تمام تمام وقلنا أن أجود نوع اللي هو الأشمون اللي بيزرع في الوجه البحري نيجي بقى نشوف خواص هذه الخامة الخامة دي إيه أهم خوصها لما أجي أتكلم عن خواص خامة القطن بقسمهم لنصين خواص طبيعية وخواص كيميائية الخواص الطبيعية بتشمل إيه؟ أكيد هتكلم عن الصفات المتوفرة داخل هذه الشعيرة أو هذه الخامة فلما أجي أتكلم طب ما نتكلم الأول عن المادة المكونة لهذه الخامة قال لي لأ ما إحنا قايلين لما جينا قسمنا وقلنا التقسيم العام للألياف أن المادة الأساسية هي خامة السلولوز فإحنا هنا في القطن 80% من القطن مادة السلولوز ويمكن كمان أنها تزيد معنى كده أن خواص القطن هو نفسه خواص السلولوز يعني إذا كانت درجة متانته عالية القطن هيبقى متانته عالية إذا كانت درجة امتصاصه عالية ده السلولوز يبقى امتصاص القطن برضه هيبقى درجة امتصاصه عالي ولذلك يقول لي أن القطن بيكتسب صفات مادة السلولوز المكونة له لوجود نسبة عالية منه داخل خامة القطن هنتشوف مع بعض ايه هي الخواص قال لي اول خاصية هي الدقة ودرجة الندج الدقة يعني سمك الشعير رايسان اقولها تمام ودرجة الندج هل القطن يتميز بالدقة قال لي تعالي نشوف في حالة القطن الذي تكون درجة ندوجه عادية يعني ما تمش الندوج بتاعه الى اقصى درجة للندج هنا بيكون سمك وجدران الخالية ما بين القطر الاصلي والقطر المتغير يعني هنا القطر بتاع الخامة مش هيبقى هو الشعيرات الرفيعة لدرجة ان الشعيرات بعد ان تجف وتنضج تتكون التوقات وتزور الشعيرة في القطاع العرضي على شكل حبة الفاصولية لو بصينا على شعيرة القطن تحت الميكروسكوب عملنا لها كده قطاع عرضي هنلاقيها شكلها زي حبة الفاصولية بالزبط تمام تمام ده اسمه القطاع الايه العرضي ليه لان كل ما نضجت الشعيرة كل ما كل الالتوقات اللي فيها زادت ولو قطعنا الشعيرة بالعرض ولاحظنا وبصينا هنلاقي ان هي على شكل حبة الفاصولية لكن لو قطعنا عملنا القطاع طولي للشعيرة تحت الميكروسكوب هنلاقيها وعبارة عن مجموعة من الالتوقات الشعيرة فيها كده مجموعة من الالتوقات هل الالتوقات دي تسبب لي اي حاجة لا هي هتزود متانة الشعيرات يعني هتخلي الشعيرات درجة متانتها ايه كويسة تمام هي ممكن تقللي في درجة لمعان الشعيرة لان كل ما كانت الشعيرة الالتوقات اللي فيها اوليلة يعني كل ما كانت الشعيرة مستقيمة كل ما كانت درجة لمعانها اعلى انما لو الشعيرة زادت كمية الالتوقات فيها في ايه هيحصل هي درجة اللي معانها ايه هتقل طب هو انا بالعين المجردة اقدر أشوف الشكل اللي هو على حبة الفصولية ده أو لا ده بيتشاف تحت المكروسكوب ولذلك يجيني سأل يقول لي اعرفيني شعائرة القطن تحت المكروسكوب شكلها إيه أروح أقول له لو أنا عملت لها قطاع عرضي هلاقيها على شكل حبة الفصولية أما إن أنا لو عملت لها قطاع طولي هلاقيها فيها مجموعة كبيرة من الالتوقات تمام يبقى بتندق وتتكون الالتوقات وتظهر الشعيرات في القطاع العرضي على شكل حبة الفصولية وإذا بقى في بعض الأحيان النبات يصيبوا بعض الأمراض والحشرات ويمنع جدران الخلية من بناء سمكها يعني هنا بقى الخلية بتاعت القطن هتمتني عن بناء سمكها لنتيجة الأمراض والحشرات اللي بتحصل لبعض المحاصيل الزراعية وبالتالي يقف نمو القطن ويصبح سمك الخلية أقل من السمك العادي فتكون الشعيرات هنا غير ناضجة يبقى أنا لما أجأتكلم عن دقة ونضج الشعيرات هقول إن دقة الشعيرات تقولنا دقة الشعيرات يعني سمك الشعيرات هلاقي إن سمك الشعيرات بيختلف حسب درجة النضجة عشان كده في علاقة بينهم لو الشعيرات دي درجة نضجها عالي إلا هيحصل الخلية السمك بتاعها هيبقى سمك الطبيعي وبالتالي الشعيرات هتطلع عندي سمكها رفيع وعايزين نقول إن كل ما كانت الشعيرات سمكها رفيع يعني أقل دقة كل ما قدرت أنتج منها أقمشة رقيقة وبالتالي سمنها هيالة وكل ما كانت الشعيرات سمكها أو دقتها كبيرة يعني سمك الشعيرات عالي كل ما أنتجت أقمشة سميكة وبالتالي القيمة المالية لها هتبقى أقل فلو نضج الشعيرات دا ما كانش تم يعني الخلية ما تمتش نضجها بسبب الأمراض أو بعض الآفات اللي بتحصل في الأرض الزراعية أثناء زراعة القطن إلي بيحصل الخلية بتتوقف عن النمو لما بتتوقف عن النمو إلي بيحصل سمك الخلية أو الجدار بتاع الخلية بيبقى سميك وبالتالي الشعيرات الناتجة بتكون شعيرات سميكة طب دي كانت أول خاصية لها الدقة والنضج تعالوا كمان نتكلم بعد كده عن طول الشعيرة وإحنا لسه حالا مقسمين القطن حسب طول التيلة يبقى دا مهمة عندي جدا طول الشعيرة واتفقنا أن دي ألياف طبيعية نباتية يعني ليس لك تدخل في إنباتها دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي إنباتها فممكن تنبت الشعيرات طويلة تنبت حسب المناخ ودرجة الحرارة والمكان اللي تم زراعة القطن فيه تمام؟ تمام فبتتوقف طول الشعيرة على نوع القطن المنتج سواء محليا أو عالميا يعني طول الشعيرة بتتوقف على إيه؟ على نوع القطن المنتج والله لو كان محليا أو كان عالميا وهذه الخاصية المهمة بتدخل فيه تقدير ردبة القطن طبعا أنا ممكن أقول ردبة القطن دي عالية لا ردبته متوسطة لا الردبة بتاعته ايه؟ منخفضة حالا لسه عامنين كده حسب طول الشعيرة نجي لثالث خاصية من الخواص الطبعية وهي متانة الشعيرة مهم عندي جدا أن الألياف يكون فيها درجة متانة عالية لأن الألياف دي بتمر على مراحل غزل ومراحل نسيج عالية جدا الشعيرات دي بتدخل على مجموعة من السلندرات ومجموعة من الأمشاط كتيرة جدا وعلى مجموعة من الماكينات وبيحصل لها برمو وبيحصل لها نسيج فلازم كل ما كانت الشعيرة درجة متانتها عالية كل ما قدرت تتحمل مراحل الغزل والنسيج اللي هي بتمر عليها فلما نجي نتكلم عن متانة شعيرات القطن يعتبر القطن متوسط المتانة في الشد لأنه بيتأثر متانته بالرتوبة المكتسبة لأن القطن هو معرض للعوامل الجوية من العوامل الجوية دي هي الرتوبة ولذلك الرتوبة المكتسبة أثناء وجوده في الأرض الزراعية بيمتص الرتوبة الموجودة في الجو الرتوبة الموجودة في الجو فكل ما هيمتص الرتوبة كل ما درجة متانة الألياف هتقل يبقى تتوقف المتانة في القطن على درجة الرتوبة المكتسبة نجي بعد كده استطالة الشعيرات خوص أول مرة تسمعوها تخيلوا أن تشيرت القطن اللي انت بتروح تشتري ده عشان ييجي تشيرت بالمنظر الجميل ده كل المراحل دي عد عليها وكل المراحل دي درسناها عشان يجي لك في الآخر منتج تقول أنا بحب ألبس القطن سو بيمتص أنا بحب ألبس القطن عشان هو مريح فلما أقول أما أقول استطالة الشعيرات يعني أنه هو عنده قدرة على أن طوله يزيد إلى أن يصل إلى مرحلة القطع وبيرجع مرة تانية إلى شكله الطبيعي طب بياخد قد إيه نوعي استطيل من خمسة لعشرة في المية من طوله الأصلي بتاخد استطالة الشعيرات وبيرجع تاني إلى شكله إلى شكله الطبيعي نيجي بعد كده على آخر خاصية عندي هي مرونة الشعيرات وهي بتتوقف نسبيا على نسبة الرجعية يعني أنا لو مسكت شعيرة كده أو أي قماشة وضغطت عليها وتركت هذا الضغط هترجع القماشة دي لطبعتها يبقى دي عندها مرونة عالية يبقى درجة المرونة بتتوقف على درجة الرجعية اللي موجودة في الشعيرات وبتصل إلى 74% عند الاستطالة قدرها 2% يبقى النهاردة خدنا التقسيم العام للألياف لمادة الخامات وخدنا كمان خامة القطن الخواص الطبيعية ليه وإن شاء الله نكمل باقي الخواص الكيميائية في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر